منذ أيام كنت موجودة في العراق لتصوير برنامج بيت للكل اللي بيزاع على شاشة الأولى والحقيقة العراق يعني العراق الحقيقة يعني هذه البلد الجميل التي تحاول أن تعود بسلام وأمان وتعود أيضا إلى يعني فيه بنا في العراق كبير وأيضا فيه عودة للأنشطة الرياضية والثقافية والحياة بشكل كبير وإنت موجود في العراق الحقيقة تعرف وتقول تفتكر يعني فترة التعمير اللي كانت موجودة في مصر لكن قد إيه هم بيحاولوا بيعافروا مازالت الكهرباء مثلا يعني حالات في اليوم انقطاع بيحصل بشكل كبير مازالت الأهالي بتساهم في مسألة الكهرباء يعني إذا كانت الدولة بتقدم لهم جزء من الساعات فتلاقي الأهالي كمان هي نفسها بتساهم وبتحاول أن يكون عندها كهرباء مازالت البنية التحتية في العراق محتاجة إلى جهد كبير جدا في البناء والتعمير وإنت ماشي في شوارع العراق كده السؤال لازم يدور فيك أنا مصرية وعشت هذه المرحلة في مصر وكنا كلنا بنجري يعني كان التعمير في مصر بيجري زي ما بتبني بتلاقي طرق مشروعات طول الوقت أنت وإحنا كلنا الجيل اللي موجود ده شايف بعينه تماما السنوات الماضية كمية التعمير اللي كانت موجودة على أرض مصر لما قعدنا مع الإخوة العراقيين بشكل كبير الكل كان بيقول إحنا نفسنا نعمل زيكم هنا عايزين نعمل زي مصر فبقى فيه كباري بتتنور بنفس الطريقة بقى فيه على كورنيش على نهر دجلة بيحاول يعمل زي مامشى أهل مصر فيه حاجات كتير بيحاول يشوفوا طب مصر عملت حلت مشكلة الكهرباء إزاي عشان يعملوها طبعا الدعم المصري كبير جدا موجود في العراق علشان تقوم إحنا كان بيهمنا في البرنامج أن إحنا نشوف الأنشطة وعودة الأنشطة حقلكم مثلا أنت هنا عندك دولة حقيقي عميقة وبتحافظ وبتخاف وتشوف أمنها القومي والحفاظ على الأثار هم عندهم مشكلة كبيرة جدا كتير من الأثار الموجودة في العراق نهبت وسرقت وبيحاولوا يجمعوها ويرجعوا اللي موجود يعني أحد التشكيليين العظام الكبار فنان كبير في العراق قال لي أنه في حاجات كتير جدا بقت موجودة مثلا في متحف اللوفر موجودة في بريطانيا ومش عارفين يرجعوها ولا عارفين إمتى ممكن ترجع فتخيل بقى لما أنت بلد بتبني وبتعمر وبتحاول قد ما تقدر تقف عشان تجيب ده كله وترجع كده وتفتكر قدي إيه إحنا عدينا قدي إيه عدينا عدينا كتير عندنا بنية تحتية صح بقى عندك متنفس العراق مثلا لو أنت فكرت مثلا مصر بقت في ظل سنوات قصيرة جدا بقت عندك عنوان اسمه مصر الرقمية بس العنوان ده عشان تحققوا في بلد زي العراق عندهم وقت طويل جدا عشان يعملوه لسه مفيش استعمال الكروت الكاش هو اللي موجود في البلد عشان تشوف مثلا مكينات صرف موجودة في أماكن معينة لسه الحياة لم تدب فيها التطور أو الحداثة حتى في الوزرات والهيئات فالحقيقة يعني كل الدعم لأهل العراق عندهم من الحضارة ومن القرم ومن التاريخ ومن التقدم أشياء كثيرة جدا إن شاء الله ربنا يعينهم عليها ويقدروا يعدوا بكل المساعدات العربية وعلى رأسها مصر اللي بتعاون وبتساعد ومنها برنامج زي بيت للكل هذه الفكرة المصرية الأردنية الفلسطينية العراقية اللي بتحاول إن هي تعمل وتشجع القوى النعمة زي الفن والثقافة إنها تبقى موجودة وإن إحنا نبقى موجودين إحنا رحنا أماكن كتير حقيقية عشان بردو ننقل نوع من أنواع الطمؤنينة والسلام ميدان زي ميدان التحرير موجود أو ساحة التحرير العراقية في بغداد صورنا فيها هذه الساحة كانت ساحة كلها للتظاهر وكان فيها مشاكل كتير لكن الآن هي ساحة للأمن والأمان والتريد والاستمتاع يعني تحولت الأشياء وعادة الأمن والأمان بسلامة شعوب العربية بتدفع تمن كبير جدا عندما تكون فيها أشياء فسدة وفيها أطماع وفيها يعني عنوين كبيرة جدا لم تعد تصلح أبدا لدولنا العربية غير عنوان الأمن والسلام